بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة مودا تعالوا ندخل في محراب محبة حضرة النبي صلى الله عليه وسلم ونجلس لأن حب حضرة النبي صلى الله عليه وسلم عبادة من أعظم العبادات وكمان التنور بأنوار حضرة النبي صلى الله عليه وسلم عبادة من أعظم العبادات فتعالوا نسلم على رسول الله ونقول السلام عليك يا رسول الله يا بأنت أمي يا رسول الله اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد تعالوا ندخل حضرة حضرة النبي صلى الله عليه وسلم ونجلس من إيديه ونتلو جامع من جوامع كلمه صلى الله عليه وآله وسلم ونحاول بقدر الإمكان أن نحن نعيش في أنواره مع حضرة النبي صلى الله عليه وسلم ونعرض عليه أنواره لكي نقتبس ونلتمس منه صلى الله عليه وسلم النهاردة حديثنا هو حديث سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال الرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أعطوا الأجير حقه قبل أن يجف عرق هذا الحديث الذي أخرجه ابن ماجة الطبراني وغيره وهو حديث حسن هذا الحديث في الحقيقة هو حديث مهم جدا 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 وأنا بعتبره حديث مركزي فيما يتعلق بعلاقات الناس ليه حديث مركزي فيما يتعلق بعلاقات الناس ليس للجانب المادي الموجود في الحديث كثير من الناس لما بيجي يقرأوا الحديث يقرأوا الحديث من مدخل المادي لا الحديث مهم جدا جدا فيما يتعلق بالعلاقات مهم جدا 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 فيما يتعلق بالتزان نفس الإنسان الحديث مهم جدا جدا فيما يتعلق بين الإنسان إزاي يكون مقدر لاحتياجات الناس ومقدر حقوق الناس الحديث من أحاديث اللي بتمسي قضية الإيمان مباشرة وليس كل ما نقول بتمسي قضية الإيمان يبقى بتمسي مسألة الإيمان ولكفر لكن بتمس قضية الإيمان بمعنى أنه يتمس تحقق الإيمان في حياتنا لأن لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخي ما يحب لنفسي الحديث النهاردة هو حديث عن إنصاف الناس من نفسك وأداء الحقوق لهم أداء الحقوق لأصحابها ونقدر نسمي هذا الحديث كما أحب أن أسميه أنا أنه حديث الامتنان وأيضا يمكن أن نسميه حديث الابتزان لأن كل ما كان الإنسان قادر أنه يعطي الناس حقوقهم قبل أن يطلبوها وفي أوقاتها كل ما كان متزن وكل ما كان بيعطي الأموال لأصحابها أو بيعطي الحقوق لأصحابها وهو شايف أنه ده واجب عليه ما عمتنانه ليهم كل ما كان ده أكثر تمتين العقاد حضرة النبي صلى الله عليه وسلم مش بيقول الأجير هنا من قبيل التقليل من الناس حشاه صلى الله عليه وآله وسلم ولا هو حضرة النبي أصد أنه يقول أعطي الأجيرة حقه لأنه محتاج فالقضية مش مسألة الاحتياج ولا مسألة أن ده راجل بيشتغل عشان المال وإن كان اللي اشتغاله عشان المال ده حاجة مهمة جدا 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 في حياتنا لكن حضرة النبي مش بيحصل الحديث في مسألة المال وذلك راح خارج كده عن لفظ شوف حضرة النبي خرج عن لفظ أعطي الأجيرة ماله فخرج عن ده ولأن اللي بيحصل عليه الأجير في عقد الإجارة ده مال لكن خرج عن لفظ المال وقال أعطي الأجيرة حقه وعشان كده عقد الإجارة زي ما احنا عارفين هو عقد لازم والوفاء به واجب بنص القرآن يا أيها الذين أمنوا أوفوا بالعقود يبقى إذن حضرة النبي صلى الله عليه وسلم جعل هذا الحق حق لمن عمل فبيعلمنا معنى مهمة صلى الله عليه وسلم أن الشخص اللي بيشتغل زي ما بينجز المطلوب منه اللي هو محل الإجارة اللي هو العمل أو المنفعة الذي حصل الذي سيحصل المال عليها لأن احنا عندنا في حياة يسمع محل الإجارة عندنا العقود بتنقسم إلى تلات أقسام إجمالاً ستة تفصيلاً اللي هو المتعاقدين ومحل العقد وكذلك الصيغة فمحل العقد هنا في الإجارة هو المنفعة إن فيه أجير هيؤدي منفعة ويحصل على مال فمحل الإجارة بلغة الفقاء لازم ياخدوا فوراً الأجرة اللي تم التعاقد عليها فهل جزاء والإحسان إلا الإحسان؟ لأن فيه ناس عندها طبع صعب شوية أنا شخصياً ما بحبوش إنه لما يكون ليه الحق عايز ياخده كامل وبسرعة وفي وقته ولما يكون لغيره الحق تلاقيه بيسوف ومش بيحرص على حق غيره زي ما كان حريص على حق نفسه وهنا بقى هو مربط الفرص هو ده اللي احنا جايبين للحديث علشان جايبين للحديث علشان نتعلم الاتزان ونقفه قدام ظاهرة مهمة جداً جداً في حياتنا وهي ظاهرة التطفيف الحياتي إن فيه ناس بيمرسوا التطفيف يعني إيه بيمرسوا التطفيف؟ يعني يحصل على حقه كاملاً ثم بعد ذلك ينتقس من حقوق الآخرين ودور ربنا وصفهم في سورة المطففين شوف ربنا سمى سورة بأسماء هؤلاء وكأنه عايز كمان ما سماشي السورة سورة التطفيف لكن سمها سورة المطففين عشان دي مسألة تتعلق بالشخص بتتعلق بوجدان الشخص بتتعلق بأفكاره بتتعلق بنفسيته فقال سبحانه وتعالى ويد للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون يبقى إذن هناك تطفيف والتطفيف على فكرة لا يكون فقط التطفيف في الميزان الناس بتفهم إن التطفيف في الميزان فيخلي الواحد يغش في الميزان لا الآية أوسع بكتير من التطفيف في الميزان إيه اللي حاصل؟ التطفيف يكون في كل محل في حق إذا الإنسان حصل على حقه إيه اللي حاصل؟ ومنع حقوق الآخرين أو انتقس منها أو ما طل فيها فده نوع من أنواع التطفيف طب ليه حضرت ليه مولانا سبحانه وتعالى بيقول ويلو للمطففين؟ لأنه وكأن التطفيف بيطعن في حقيقة إيمان هذا الشخص لأنه لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحبه لنفسي عشان كده كما من الحاجات اللي لابد نرعيها مع أحبابنا العمال إن إحنا نرعي قدرتهم البشرية ولا نكلفهم ولا يتقون عمل بوسية حضرة النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الشريف هو بيوصب الخادم ويبين حقه ولا يكلف إلا ما يطيق فإن كلفتموهم فأعينوهم ولا تعذبوا عباد الله ولا تعذبوا عباد الله يبقى ليه طيب لأنهما خلقا أمثالكم دولة زينا لأن في صنف من الناس بيعتبر أنه هو بدل خد أجرة من حقي إن أنا أعمل إيه أهلكو بإن مال اللي أنا دفعته ولو لازم أخد مش أخد حقي أخد فحقي فبيعمل الناس لازم يما أحببنا من أصحاب الحرف بصورة فيها ظلم جدا فبعد ما الإنسان يخلص شغله ويبذل فيه مجهود كبير يبدأ يسفه من العمل اللي عمل وإنت عملت إيه غد كذا 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 ويشوهه علشان إيه اللي حاصل يأكل عرقه بالمعنى المصر الواضح ليه طيب هو بيعمل كده لأنه هو متصور لأنه هو خلاص هو ما عملش حاجة وكل اللي عمله شيء بسيط طيب أنا بقول لكم الكلام ده ليه أنا لاحظت ملاحظة مهمة جدا جدا إن بعض الحرف الناس اللي بيشتغلوها دلوقتي بسبب أو بسبب إن الناس عند بعض الناس بقى فيه كسل شوي لكن في بعض الأحيين لما أعدت مع الناس أصحاب الحرف سمعت إنه هو بيقوله حاجة مهمة قواوي الشغلانة ما بقتش جايبة أهمها ومليانة واجع قلب فسألتوا عنه واجع القلب ما بقتش جايبة أهمها عشان التكاليف بتاعة المواد والحاجات اللي زي دي لكن ما بقتش جايبة أهمها ليه قال لك ما بقتش جايبة أهمها عشان الناس اللي بيعملوه يعودوا يقللوا 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 وكأني أنا أجرتي دي على الشيء اللي أنا عملته مش المفروض الدهوني كامل مع إني سبحانه وتعالى حذر من ده تحذير شديد فقال سبحانه وتعالى ولا تبخسوا الناس أشياءهم يجي واحد يقول لي ما هو بيغلي كده صحيح؟ أنت ممكن تعتبر بيغلي بس هو المعيار إيه؟ المعيار أن ما يسمى البقاب المعتدل المقابل اللي هو عليه الناس وما تعرف عليه الناس من الأجرة كمان حابب أوجه رسالة لكل العمال وأصحاب الحرف وكل واحد بيقدر سلب عمله لازم نرجع مرة تانية لفكرة إتقان العمل يعني شوف إحنا عايزين نقول إيه؟ التطفيف بس مش بيكون في جانب واحد لأن بعض الناس بيعشاؤوا إن هما يبقوا في صورة نصير المظلومين هقول له أوقف شوية هو مين المظلوم؟ هو معنى أن واحد معه فلوس واحد معه فلوس أقل يبقى دايماً المظلوم هو اللي عنده فلوس الأقل لا نحن بنتجلم في العمل ولذلك حضرة النبي صلى الله عليه وسلم بيعلمنا ما يسمى التركيز بيعلمنا الانضباط في تقييم الأشياء لما أجي أتعامل مع موقف في عقد وهو عقد الإيجارة ما جيش في صف واحد على حساب الثاني ولذلك هيكون دوات من عدم اتزان ولذلك إيه اللي حاصل؟ لو جي أجير بقى وبعد ما كلمنا عن صاحب عن من يدفع المال المؤجر ده الشخص اللي طلب إن الشخص ده يعمله العمل ده قلنا له ولا تبخسوا الناس أشياءهم صحيح فواحد قال أنا ما بخستش الناس أشياءهم بس ممكن تبص إلى واقع الحياة اللي عندنا آه بصيت لواقع الحياة اللي عندنا فوجدت حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وصف المخلصين في عملهم إنهم بيعرقوا فلازم إيه اللي حاصل؟ لازم بعد ما يخلصوا طعبهم إيه اللي حاصل؟ يحصلوا على أجورهم على أكمل وجه بقى عندنا إن مفهوم الحلال يساوي إنه يأكل من عرق جبينه وفي الوقت يجي بالطرف الآخر إنه يعطيك حقك كامل غير منقوس فورا لانتهاء من عملك لدرجة إن فقهاء يذكروا مسألة في غاية الدقة بس في نفس الوقت لازم أقول لك حاجة مهمة قوي ده في حالة إن الشخص لازم يكون متقن عمله وفي بعض الأحيان الناس بتشتغل المهن ودهتنا أحذر منه جدا إن دهت برضو ممكن يكون من التطفيف إن ناس تروح تشتغل مهن غير مستعدة لها فتفسد أموال الناس وحضرة النبي صلى الله عليه وسلم والله سبحانه وتعالى حذرون من أن نأكل أموال الناس بالباطل فسبحانه وتعالى منعنا من أن نأكل أموال الناس بالباطل وحضرة النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعل بعضكم يكون ألحن بحجته من أخيه فأقضي له حق أخي فمن قضيت له بحق أخي فقد اقتطعت له قطعة من النار فليأخذها أو ليدعها ولذلك لازم نكون منتبهين جدا 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 فلو افترضنا أن واحد استأجر إنسان يعمل له عمل وهو بيعمل العمل ده حصل ظرف فأفلس يعني خسل كل فلوس وبقى عليه ديون أو مات أيهما يقدم أداء الدين ولا أجر الأجير جمهور العلماء على أن اللي يستحق الأول الفلوس قبل قضاء الدين لأن كلاهما على فكرة اسمه دين بس أي الدينين يقضى أولا يعني دين الأجير ولا الدين الآخر اللي عليه فقال قالوا أنه عملا بهذا الحديث فالإمام السرخاص بيقول وإنما يجف العرق بعد مفارقة العمل فدل على أن الأجر تجب حين إذن يعني الأجر يجب حين عند انتهاءه من عمل يعني أول ما ينتهي من العمل يستحق الأجر وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم حاب يأكد على المعنى ده فجعل حضرته بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم جعل حضرته خصيم يوم القيامة للي يأكل حقوق الناس فقال في الحديث الشريف ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة يا رب سأل يا رب ما تجعل واحد فينا أبدا في مخصمة مع حضرة النبي في مخصمة مع صاحب الشفاعة صاحب المقام المحمود فيا رب اجعلنا ليس لسنا من هؤلاء ثلاث أنا خصيمهم يوم القيامة رجل أعطى بي ثم غدر ورجل باع حرا فأكل ثمنه ورجل استأجر أجيرا فاستوفى ثمنه ولم يعطي أجره يعني الراجل عمل اللي حصل على المقابل بتاعه اللي احنا بنسميه العوض بتاعه في الإيجارة حصل على العوض بتاعه حصل على ما انفعه وبعد كده اللي حاصل لم يعطيه أجره وشوفوا هنا قول حضرة النبي صلى الله عليه وسلم استوفى منه يعني الأجير عمل العمل على أكمل وجه يبقى على أكمل وجه وفي الآخر أكل حقه ولم يعطيه الأجر وكمان عدم إعطاء الأجر الأجير الأجره بيدخل الناس تحت أكل أموال الناس بالباطل اللي ربنا بيقول يا أيوة الذين أمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم فما تعملش كده أبدا ولو أن الأمر ده فحصل واستمر في الدنيا وانت ما أعطتوش أجره وفاتت وعديت من غير عقوبة فتأكد أني ده مش يفوت يوم القيامة وعشان كده أنا أسمعك وأنسمع كلنا وعد حضرت النبي صلى الله عليه وسلم إيه اللي حاصل الله سبحانه وتعالى لتؤدن الحقوق إلى أهليها يوم القيامة تعالوا بس نسمع أن حضرت النبي صلى الله عليه وسلم قال وعيد وقال وعد إلا هيؤد الحقوق هيعدي يوم القيامة وما يحصل له الشيء طب اللي مش هيؤد الحقوق تعال نشوف ولتؤدن الحقوق إلى أهليها يوم القيامة حتى يقادوا للشاة الجلحاء من الشاة القرناء يعني إلا حاصل هيتاخد كل حق إلى أي حد صاحب يوم القيامة وعشان كده بعض العلماء استدل بحديث أعطوا الأجير حقه قبل أن حق أجره قبل أن يجف عرقه على معنى مهم وطريف وإنك كما تعطي أنت الأجير أجره قبل أن يجف عرقه فالناس اللي بتعبد ربنا علشان الرصيد مع أننا مش موافقين على ده إلا أن ربنا يديهم الأجر قبل أن يجف العرق زي ما حضرت النبي صلى الله عليه وسلم قال الحديث هنا بيعلمنا كمان الامتنان للناس اللي بتقدم لنا الحاجات اللي بتنفعنا ليه لأن الرسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال أعطي الأجير حقه قبل أن يجف عرقه وكأن الرسول الله عايز يعلمك أن أنت تكون مقدر ده وعشان كده وصانا حضرت النبي لما قال في الحديث الشريف من صنع إليكم معروفا فكافئوه فإلا تجدوا ما تكافئوه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه وإزاي كان فيه عادة عندنا عند المصيرين عادة حلوة أوي ويا رب ترجع تاني عادة ما بين الباعة والمشتري وعدة ما بين الأجير ومن يؤجره لأداء منفعة إيه العادة دي؟ إن هو الإنسان لما يشتري الحاجة الباعة يدعيله وكمان المشتري يدعيله وكمان كنا بندعي للأجير خد يا سيدي يعني أنا شاكل لحضرتك وربنا يبارك لك في مالك فهو يقول لك ربنا سبحانه تعالى يجنبك المكاره ويخليك في أمان وسلام فكانت العادة مش بس نعطي الأجير حقه أجره كمان لكن كمان ندعيله ندعيله لإن إحنا شايفين إنه أقدم لنا منفعة وخدمة ولذلك حضرة النبي صلى الله عليه وسلم كان ممكن يزيد على ماذا؟ على المتفق عليه واللي تم تحديده بينه من قبيل المكافأة والإحسان وكمان ده يعلمنا إن في قيمة اسمها الخدمة وده حاجة مهمة جدا جدا في الحديث إن الناس خدمتهم لبعض أحد عوامل مقومات الحياة إن الخدمة شيء مهم جدا وإن إيصال الخير للناس وتحقيقه للناس قيمة مهمة جدا جدا في حياة الناس إن الناس تعيش في حياة الخدمة خلينا أقول لكم إن إحنا عندنا شوية إجراءات عشان نحاول نتخلص من هذا التطفيف الحياتي سواء من جانب وإحنا شفنا الحديث إزاي أعطي الأجيرة حقه قبل أن يجف عرقه يعني إيه اللي حاصل يبقى إحنا شفنا إن الأجير يعطي الحق وصحيح الحديث بيجنب وبيبقى أساسي ومركزي فيه إن الإنسان يعطي الأجير حقه يعني لا يطفف لا يمارس التطفيف مع الأجير وكذلك الأجير لا يمارس التطفيف مع من طلب أن يؤدي له الخدمة تعالوا نأخذ شوية إجراءات كده تساعدنا إن إحنا نتخلص من هذا التطفيف الحياتي أول حاجة علينا إن إحنا نجعل قيمة الخدمة كما حاضرة في حياة الناس كلها فنعلم أولادنا وتعلم إحنا كمان ونمارس ده كمان إن إحنا نخدم الناس نقدم للناس خدمة خلي لك خدمة كل يوم تقدمها لحد من أهل بيتك وتقدمها للناس في الشارع وتقدمها للناس في العمل ثلاث خدمات خدمة في أهل البيت وخدمة في الطريق وخدمة في العمل ده هيخليك على طول عارف قيمة الخدمة وما تطففش حد أبدا تاني حاجة عاود نفسك إن أنت تكرم أي حد استأجرته وعلى فكرة دي من الصداقات المهمة في الحياة يعني لو أعطيت الإنسان فوق الفلوس اللي أنت بتدهاله فأنت بتتصدق الزيادة دي صدقة لأنه بيشتغلك شغل في بيتك أو بيساعدك في حاجة ولو قدرت تزود على الأجرة المتفق عليها تأكد إن أنت ماشي على هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم وإنت ماشي في أنوار حدث النبي وتأكد إن ده إيه لا يحصل هيطيب قلوب الناس وكده إيه لا حصل ما تغلبش الناس ولا تتحكى لهم ولا تحاول تقرم من أجورهم ولكن تذكر إن الصدقة تطفئ غضب الرب وأن الصدقة تقع في أمين الرحمن قبل أن تقع في يد الفقير يا رب اجعلنا دوما باب من أبواب الإنصاف واجعلنا دائما باب من أبواب الامتنان لأصحاب الحقوق علينا يا رب العالمين اجعلنا نعرف حقيقة أننا عبيد لك وأننا عندما يخدم بعضنا بعضا إنما هذا ما يسرته لنا وأن هذا من فضلك أن جعلت بعضنا يكون مساعدا للآخرين واجعلنا دائما إذا عشنا في هذا النعيم نعيم العلاقات التي يسرتها لنا ندخل في قوله تعالى وتعاون على البر والتقوى فنكون من أهل التقوى ونكون من أهل المحبة ونكون دائما عندما نتقي الله سبحانه وتعالى يعلمنا الله أن الحياة لا تكون إلا بالامتنان ولا تكون إلا بالإحسان ولا تكون إلا بأعطاء أصحاب الحقوق حقوقهم بغير إنقاص وبغير تطفيف اللهم إنا نسألك أن تجعلنا من أهل السبات على ذلك يا رب العالمين بعد الفاصل نقرأ أسئلتكم اللي وصلتنا على صفحاتنا صفحة بنامج ولا تعسروا ونويب عليها ولكن بعد الفاصل رجعنا لحضراتكم معنا صفحاتنا على فيسبوك صفحة بنامج ولا تعسروا المتدقى عليها أسئلتكم من بركة ويفضل جسر العلم مفتوح بنا وتفضل كمان مجالس العلم مع الطرق أوقاتنا ونفضل كمان في حضرة مولانا سبحانه وتعالى ونصلي على حضرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ونبدأ قراءة أسئلتكم اللي وصلتنا على صفحتنا ونويب عليها أول سؤال بيقول في صيام كفارة اليمين الثلاثة أيام متتالية ولا متفرقة عادي هي محدش قال إن الحكم فيها لابد أن يكون مجتمعة في بعض الناس كتير بتجعل كل الأشكال الصيام الذي هو يخضع لمفهوم الكفارة لابد أن يكون متتاليا لا الكفارة المتتالية في القتل الخطأ الكفارة المتتالية في إن واحد يجامع في نهار رمضان غير كده صيام الكفارة بيكون ثلاثة أيام متفرقة وليس بالضرورة مش لازم تكون متفرقة ومش لازم تكون متتالية يعني هذا الأمر يرجع إلى الساعة يعني فيه ساعة اللي عايز يصمع لأنهم أيصر عليه أنه يصمع ثلاثة متتاليات أهلا وسهلا ولا عايز يصم على أنهم متفرقات أهلا وسهلا لكن لم يكن شرطا من شروط صيام أيام الكفارة الثلاثة أن تكون متتالية السؤال البعض بيقول ما حكم الذي يطلب ورثة من أبيه وهو لسه عايش إيه اللغبطة دي مفيش حياة يسمعه ورثة والراجل عايش يعني ما ينفعش أن واحد يطلب من أبوه أنه هو المال الذي سيرثه منه لأن ده غلط منطقي غلط منطقي ليه لأن الميراث ليه ثلاثة شروط أساسية إيه الشروط الأساسية بتاعت الميراث أول حاجة وفاة الموارث مفيش موارث طيق مفيش وفاة الموارث اللجل لسه عايش وحياة الوارث ما نضمنهاش ما نعرفهاش وبقاء التركة كمان ما نضمنهاش إذن كل الكلام اللي بتقال ده كلام مش صحيح هو ما يطلبش منه أصل هو بيعمل إيه هو نفسه الأمرة بالسوق قالت له إيه أنا روح أقول لأبوه أنت كده ميت ميت وأنا أخذ الفلوس بتاعتك فالدهاني دلوقتي بدل ما تدهاني بعدين الحقيقة ده مش صحيح لأنه ممكن ببساطة خالص أن الأولاد أن الولد يموت قبل والده فمين اللي ورسه والده فإذن وممكن والده ما يبقاش معه مراس ما يبقاش فيه تركة أو يبقى فيه تركة يبقى إذن مسألة الله تحسبها كذا ولذلك لما بيجي حد يقول لنا لو سمحت ممكن تقول لي أنا مراس من أبوه قد إيه أقول له ما عرفش لأن أنا ما عرفش يا أبوك هيموت على قد إيه من التركة ولا أعرف مين اللي هيموت فيكم الأول فالمراس مفهوم يتعلق بالموت لا يتعلق بالحياة يعني إمتى خلينا أقول لكم حاجة عشان تبقى واضحة بالنسبة لكم في حاجة اسمها عندنا مصادر الحق الشخص الشخص الوارث ده إيه مصدر الحق بتاعه في أن يريث المتوفى المتوفى المصدر هو ببساطة خالص هو الخلافة إنه هو بيخلفه في ماله لكن ما ينفعش وجود البدل والمبدل منه في نفس الوقت على مال واحد يعني ما ينفعش الاتنين يبقوا ملكين نفس المال في وقت واحد إنما اللي هو طلبه منه طلب حاجة تانية هو يمكن قد أخطأ في طلب طلبه قد يكون طلب من أبوه إنه هو يوهبوا المال يديروا المال هبة لكن هو عشان مترفع ومش حايز يحسس أبوه إنه وليه فضل عليه بيقول له الديني مراسي منك مراسوا منك ده لما يحصل وفاة بدل ما فيش وفاة ما فيش مراس بدل ما فيش وفاة لمالك المال وما فيش مراس فهو فمفيش ورس فأنت بتقول لي إيه رأيك إيه حكم في ده ده عبس إنه واحد يقوله واحد ديني مراسي منك ما فيش دعبس لكنه هو عايز يقوله بقى أنا لو سمحت ممكن توهبني المال ده آه ده اسمه هيبقى اسمه هبة ده هيبقى اسمه إيه؟ هبة إنه يديه المال حال حياته ده اسمه هبة وليس مراسا وبتحصل مشاكل كتيرة بسبب الفهم عن الغلوط ده إن إيه اللي يحصل واحد يتصرف في ماله حال حياتي يعني أدى لولاده المال في حال حياته فييجي بعد كده الوراء سيقولوله لا ده حرام لإنه هو إيه؟ إداهم المراس وحاجب الناس عن المراس لا ده هو تصرف في حال الحياة فده هو اسمه هيبة ما اسمه مش مراس ولا حد يقدر يمنع حد من المراس ولا إنه صح إن واحد يقول إنه عايز مراس قبل وفاة المورس لا ده صح ولا ده صح طب وده معناه إيه؟ معناه ببساطة يا سيدي العزيز إن حضرتك الكلام اللي أنت بتقوله ده غلط وهل فيه واجب على الأب إنه يعطي لولده المال المقدر ليه في الخيال المقدر ليه في الخيال لإنه ولسه ما فيش موت إنه يحصل عليه لما الأب داي موت لا ليس هناك أي سنة شرعي وليس هناك أي مصدر للحق عشان يحصل هذا الشخص على هذا المال ليه؟ لأن مصدر حقية الشخص في مال المورس حقية الوارث في مال المورس هي أنه يخلفه في مالي طيب إذا ما ماتش ما فيش خلافة في المال ما فيش خلافة في الإيه؟ فهو لا يستطيع أن يخلفه في إيه؟ في مالي ولذلك بنسمي الولد اسمه إيه؟ الخلفة خلفتك خلفتك يعني إيه؟ يعني الذي سيخلفك في مالك إذا انتقل طيب إذا ما انتقلش ما ينفعش يخلفه في المال يبقى مصدر الحق ما حصلش فأنت يا ابني مالكش حق في مال والدك ويحق هو مالوش حق في مالك لأنه ما زال إيه؟ هذا المال ملكاً صحيحاً لك تتصرف فيه كيف يتشاء يعني تعطي أنت عايش كده تعطي من شئت ولا تعطي من شئت لأنك كامل الأهلية وكامل الملك لهذا المال فلا ليس هناك العبارة لحدك سألتني عنها الذي يطلب ورثاً من أبيه وهو لسه عايش لا لا يجوز له ذلك لا يجوز له ذلك ولا صح إنه يطلب ده يعني هو لا يجوز ولا صح كمان هذا التعبير ليس صحيح لأنه هو مخالف لأحكام الشرع الشريفة السؤال اللي بعد كده بيقول السلام عليكم كنت تكلمت مع بنت للتعارف وطرح برنامجي للزواج عن طريق ناس في التليفون وبعدها تبين لي أنها كبيرة في السن ولها أخت أصغر منها هل لو تقدمت لأختها الأصغر أكون آثم رأي الدين وأتصرف إزاي أنا شاكر أنت سألتني السؤال بهذا بهذا الشقين إيه رأي الدين إيه وأتصرف إزاي ما فيش لا يوجد حرام أن أنت بعد ما تخطب واحدة تروح تخطب أختها بالعكس نحن عندنا في الشرع الشريف وأنت جمعه بين الأختين فإذا ماتت أخت يجوز أن هو يتجوز أختها الحرام أن أنت تجمع ما بين الأختين وهم معا في حياة واحدة فيجوز أن أنت تطلق امرأة وتزوج أختها يجوز بس لا يجوز الجمع ما بينهم فإذا فيجوز ده إحنا كمان ما روحناش الخطبة في تعريفها في الفقه الخطبة عشان تعرف هو وعد بالجواز والوعد هنا مش ملزم يعني إذا ما تمش الجواز ليس هناك اسم على الذين لم يقوموا بإتمام الخطبة بالعكس في بعض الأحيان بيبقى من الصلاح أن الناس ما تكملش الخطبة ده لأن لو أن كاملة الخطبة دي هت ممكن يؤدي إلى وقوع في حرام طب إيش وقوع في حرام يعني حد يظلم التاني طب إيه المعنى بقى المعنى أن دي مش زواج ولا حتى عقد خالص لأن بعض أن احنا عندنا في عادتنا في مسألة الخطوبة دي عندنا شعورين صعبين شوية الشعور القديم عند الناس المحافظين بيجعلوا كتب الكتاب خطوبة والناس في العصر اللي إحنا فيه دلوقتي بيجعلوا الخطوبة كأنه زوج لا ده صح ولا ده صح لا ده صح ولا ده صح الجواز كتب الكتاب ده بقيت زوجته هل بنقول أنه هو يدخل لا ده لازم فيه حكام تاني بعد ده لازم هو يعلم لازم الدخول يكون بعلم بعلم الأهل طيب بس احنا بنقول ايه الحاجات اللي لازم ننقل الساحة منها من الأخطاء في فهم الخطوبة وهو ده السبب في السؤال ده هو فاهم أن الخطبة دي كأنها جزء من الجواز لا هو مش جزء من الجواز هو تمهيد للزواج يعني تمهيد للزواج يعني ايه لا هو عقد ولا هو نصف عقد ولا أي حاجة هو وعد أننا نجوزك بنتين طيب لوعد هنا ملزم لا مش ملزم يعني لو جموا قالوك خلاص يا ابن كل واحد يروح لحاله هم هيكونوا قسمين لا مش هيكونوا قسمين ليه لأن الوعد غير ملزم طيب أنت روحت تتجوزها فلقيت أختها بالنسبة لك أجمل فما اقتركت ده وأردت تتجوز الصغيرة بنقولك أن ده مباح جائز بس بس القاعدة التانية بقى ليس كل مباح متاح السؤال التاني بقى وأتصرف إزاي لازم تعرف بس أن فيه شوية حاجات من الحاجات اللي مهم اللي انت تعرفها هي مسألة التعلق أعيد الكلام تاني أنا قلت لك أن انت يجوز أن انت تروح تخطب اختها بس بقى إذا إذا انفصل يعني حصل الانفصال وخلاص والحمد لله فيجوز أن انت تروح تخطب اختها بس أنت بتقول لي أتصرف إزاي أول حاجة دي استشارة الجزء ده جزء الاستشارة جزء الاستشارة فيما يتعلق بالحياة الزوجية خلي بلا حضرتك احنا عندنا ثلاث مفاهيم هنا مهمين جدا في القضية دي وانا بشكرك ان انت سألت السؤال ده في الوقت ده بالذات يعني الوقت ده بالذات هو ووقت الاستشارة في مسألة العلاقة الزوجية في مسألة ازاي أنشئ علاقة زوجية صحيح المفهوم الاول هو التعلق انا منصحش في الاحوال وهي تعلقت بي تعلقا شديدا ان هو يروح يتجوز ان هو يروح يخطب اختها ما منصحش ده من قبيل النصيح يعني هو لو راح خطب اختها يبقى حرام اقول له لا لكن ده احنا دخلين هنا في قاعدة ليس كل مباحة ليس كل مباحة متاحة مش كل حاجة مباحة تبقى متاحة ان احنا نعملها لا في حاجات مباحة ومش عنعملها زي ايه ان البنت الكبيرة دي تكون تعلقت بيك تعلقا شديدا فاذا حصل التعلق الشديد ده فدي اول مفهوم مفهوم التعلق لازم تقيس التعلق فيه تعلق ولا لا مش بس تعلقها انت كمان تعلقك انت بيها لان ممكن تكون انت عامل ايه ده اللي بيحصل في جلسات الاشتراع ممكن يكون انت عايز تاخد الفرجن الصغير منها انت متعلق بيها بس عايز تاخد الصغيرة منها وعجبك البيت وعجب الحياة الاسرية فعايز تاخد الصغيرة من الكبيرة وانت بتقول برضو ان الكبيرة تبقى موجودة معانا هتبقى اختي ومعرفش ايه فبيبقى فيه خطر خطر ليه لو انت لسه متعلق بالله كبيرة فلازم تقيس اول حاجة مفهوم التعلق الحاجة التانية مفهوم العلاقة ما بين الاختين يعني العلاقة ما بين الاختين وهي مسألة العلاقة الاسرية ولازم تعرف بس ان الاخوات في بعض الاحيين في بنات العلاقة بينهم رائعة لكن اول ما يدخل الجواز البيت العلاقة بتفسد ليه البنت بتحس ان اختها مفضلة عليها فتحس ان هي بقت منبوذة او بتحس بالرفض او تحس بكذا كذا كذا فالبيت يحصل فيه مشكلات مع ان هم كونوا قبل الجواز زي الفل لكن اول ما دخل الخطاب الى البيت فسد العلاقة وانا ما منصحش افدا حد يدخل بيت ويفسد العلاقة بين الاخوات لان ده بيخلي حياته هو فيها مشاكل كبيرة جدا 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 وخاصة لو ان الوالدين مالوا لنحية حد في الاتنين فبتبقى الاخت مش عايشة في سعادة والاخت التانية مش عايشة في سعادة فخلينا نشوف ايه العلاقة بين الاختين شكلها ايه المفهوم التالت يبقى عندنا مفهوم التعلق لازم تراجعوا لازم تتكلم على العلاقة معايير اصلك معاييرك في الجواز لان معايير في الجواز ان انت متصور ان انت لما ما شفتش كبيرة معايير السن واحد ومش هو المعايير الكافي ان انت تتجوز علشان فمنفعش ان انت تتجوز واحدة عشان بس ترى تسنها اصغر من السن التاني لأ انت كده محتاجين ان احنا ندخل دورة المقبينة على الزواج ليه عشان تعرف ان السن احد معايير الجواز مش هو المعايير الوحيد انت عجبيتك الاسرة واحدة سنها سنها اصغر من التاني فقلت انا ااخد الصغيرة عشان مش هتاخد الصغيرة وبقيت الصفات وبقيت السمات بتاعتها هتقول لما انا عرف في الخطبة لا انت ما يبقاش الدافع لك ان هي اصغر منها سنة ولكن لابد يكون دفع اخر منظومة من الاشياء والذي رسول الله قال تنكح المرأة لاربع لمالها وجمالها وحسبها ودينها فذفر بزاية الدين طريبة يدك واحنا عندنا متفقين ان دي معاني بالرعيها عند الجواز بالرعيها عند الجواز فقال انا نصحت لحضرتك ان انت تقيم جدا 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 المسألة دي بعناية ليه طيب وزا انا قلت لك تقيم المسألة من الثلاث مفهيم دي التعلق وعلاقة الاختين والحاجة الثالثة معاييرك ايه في الجواز لان لو عملتش كده انت ممكن تقعف فرطة ان انت تدخل البيت فتجد البيت كله اشتعل او تجد نفسك واعتف كراهية من بعض الناس لو ان البنت كانت تعلق بيك او ان العلاقة بين الاختين فسدت او ان معايير الصغر السن ما كانش كافي ان انت توصل لامرأة مناسبة لك فانا دي نصحتي وارجو ان انت تخلي بالك السؤال بعد كده بيقول بعد اذنك يا دكتور عمر انا امي مريضة مريضة كانسر ربنا اجمع لها بينا تمام الاجر والعافية يا رب وتعبانة جدا بقالها فترة والمرض مأثر على جميع اجزاء الجسم ولو تسمع حضرتك تدعيلها بالشفاء وتقول لها كل متين يطيب وخاطرها هي بتسمع حضرتك كل يوم وبتتفجرج على كل حلقاتك حلقات البرنامج اولا انت شرف ليه ان هي تتفرج على كل حلقات البرنامج لان في الحقيقة انا عايز اقول لكم حاجة يعني بس بمناسبة الكلام اللي حضرتكم قلتوه يعني وجودنا في هذا الامر هو اللي بيخليني احس باننا بعبود ربنا سبحانه وتعالى في هذا البرنامج ان احنا موجودين مع بعض وان انا احس ان انتو بتسمعوني وان احس ان الكلام اللي بتبزل فيه مجود ده وصل لاهل ووصل لاحبابه فشكرا ان انتو بتبعتولي الرسائل دي وشكرا ان والدة حضرتك حريصة على ده عشان احنا الاتنين نكون في هذا المجلس من مجالس العلم يعني انا دايما بقول ان مجلس العلم اللي احنا فيه ده مش هيبقى بان عمر يوعده قدام الكاميرا بس لكن كمان ان فيه حد يشوفه كمان فعشان كده انتو جزء اساسي في مجلس العلم اللي احنا فيه ده وجزاكم الله خيرا زي ما التلميذ والشيخ مهمين في مجلس العلم كذلك احنا هنا مهمين كلنا كلنا اللي ربنا سبحانه وتعالى جعلنا سبب عشان يبقى المجلس ده مجلس علم بتحف الملائكة وتخشاه الرحمة واذكروا ان الله سبحانه وتعالى فيما عندنا اما بقى الكلام والدة حضرتك الكريمة العزيزة اللي انا اللي انا لو سمحتلي اطلب منها ان هي تدعيدي انا لو سمحت بقول ل والدتك يدعيلي لان انت في حال قرب لا يعلمها الا الله سبحانه وتعالى عندما دايما انك المعلمونا كده ما شيخنا عندما تتنازل للشدائد فاعلم ان اللطفة قد غمر المكان لما تيجي شدة تنزل فاللطف غمر المكان فانت غرقة في اللطفة الله سبحانه وتعالى انا دايما هقول لحضرتكم انا مش هتكلم على الالم والواجع والمتاع لكن هتكلم عن حاجة تانية خالص هتكلم على نظرتنا للحياة نظرتنا للحياة الاسع بكتير من فكرة ان جسدي نععم او جسدي يكون خالي من الالم او الواجع الحياة واسعة اوسع بكتير من ان يكون عندي صحة فقط يامى ناس عندهم صحة بس قلوبهم قلوبهم عليها غشاوة المرض بيجي عشان يخلي الغشاوة دي تترفع والدليل على ذلك ان كتير من الناس لما يمرضوا تجد قلوبهم انكسرت ولنت لله سبحانه وتعالى انا عايز اقول لحضرتك وحضرتك سمعاني دلوقتي وانا بكلم حضرتك مش على انك انت مريضة قنصر انا بكلم حضرتك على ان ربنا استفاك بان كل نفس من انفاسك وكل لحظة بتمر عليك وانت بترتقي في الجنة دايما ما بحبش ان انا اساوم الناس لكن دايما بقول للشخص اللي في المرض اعرف ان انت كل لحظة بتصبر فيها وكل لحظة بتحس فيها ان ربنا سبحانه وتعالى من عليك بده يعني ايه من لان ليس هناك عطاء من الله الا وفيه لطف وفيه من وفيه من وفيه نعمة ولزاك حضرتك يقول حتى الشوكة يشاكوها وانا عارف ماذا التعب اللي بيكون في هذا المرض لكن في نفس الوقت المرض ده باب من امباب رفعة الشاء ومحدش قال ان دلوقتي واحنا في اللحظة اللي احنا بنرجو ربنا سبحانه وتعالى فيها ان ربنا يتم لنا الشفاء وعلى فكرة محدش يجي يقول لي انت بتقول ايه ده احنا في رعحة المتأخرة متأخرة علينا احنا بس مش متأخرة علي الله انا عايز اقول لك حاجة ان تلقي الله سبحانه وتعالى وانت متمسكة بنعمة ربنا وعيها الحياة وبتشكري عليها وبتستمر فيها لان ربنا لما اعطانا الحياة ما قاللناش يعطينا الحياة باي ساعة ولا باي هيئة ولا باي ولا اي بسيغة ولكن قالنا ان الحياة بتاعتكم مليانة لطف قالنا ان الحياة بتاعتكم ملينا رحم فاحنا متأقينين انه رحيم بنا متأقينين انه هو لطيف بنا وهو حضرتك ابدا تظن ان المرض اللي عند حضرتك زي ما فيه ناس كتيرة بتقول ان المرض ده اه صحيح المرض ده كتير من الناس بيسموه اسماء صعبة بس انا وبكلم حضرتك عايز اقولك حاجة اذا كان المرض صعب فلا علاقة له بغضب الله سبحانه وتعالى خالص ايوا تظن ان ده نتيجة غضب من الله سبحانه وتعالى زي ما من بعض بيظن ابدا كثير من اهل الله واولياء الله كان ربنا سبحانه وتعالى ابتلاهم بده عشان يرفع درجته عايز اقولك حاجة كان عندنا بيقولوننا اذا ربنا سبحانه وتعالى اراد ان يرفع قدر عبد وينزله في منزلة كبيرة ابتلاه بمرض شديد في اخر ايامه حتى لا يجن اذا رأى ما قعده الله له من الجن انا مش بقولك مش بكلمك بس عن الجن لكن بكلمك عن الحياة اي شي نعمة الحياة وكل لحظة من لحظات الحياة دي هي نعمة مهما كانت ومهما كنا بنظن ان هي قصيرة ما نعرفش ربنا يمد في اعمارنا قد ايه ويخلينا في نعمة انت في نعمة هذه النعمة لا ينقصها المرض ولكن هذه النعمة منحة من الله فاشكري النعمة وعيش النعمة والله سبحانه وتعالى واسع الكرم يا رب يجمع لك من بين تمام الأجر والعافية وينزع عليك من الرحمات والبركات ومن الأنوار يا رب هنا نعرض اتكلمنا عن حديث عن حديث الامتنان وحديث الانصاف وحديث منع التطفيف الحياة فارب اكرمنا ولا تهننا واجعلنا يا ربنا في رضاك واجعلنا من المنصفين واجعلنا ممن يؤدون الحقوق لأهلها واجعلنا يا ربنا دوما في محبتك ودوما في لطفك ودوما في كرم ودوما في فتحك واجعلنا يا رب في كل لحظة من لحظات حياتنا من أهل الاحسان ومن أهل الامتنان لكي ندخل في حضرتك يا كريم يا رحمن يا رب العالمين